قرار خفض قيمة الدينار العراقي وما تضمنته بنود موازنة 2021 من رفغ لأسعار الوقود وفرض للضرائب لقى رفضا سياسيا داخل مجلس النواب بينما شهدت الأسواق في اليوم الأول من القرار رفع الدولار ركودا اقتصاديا كبيرا استياء ورفض سياسي يشهده مجلس النواب لقرارات وزير المالية وما تضمنته مسودة قانون الموازنة طلب التغيير لسعر الصرف مو جاهد من طرف واحد رغم كشف وزير المالية علم رئاسة المجلس وقادة الكتل المسبق بقرارات الوزارة التي تهدف إلى سد نحو 25% من الموازنة من خلال خفض سعر الدينار حيث طالب نواب بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لعدم تأثر رواتب الموظفين وأصحاب الدخل المحدود بهذه القرارات اليوم سعر الصرف على 145 سوف تكون زيد من الموازنة بنسبة 25% وهذا يقلل من العجز الموجود بالموازنة بس نحن اليوم نسأل الحكومة في حال الصرف صار 145 هل لها إمكانية أن تحافظ على سعر الصرف في السوق المحلي وتحافظ على الموظف البسيط فعلى الحكومة أن تضع سياقات تحمل الموظف البسيط وفي نفس الوقت أن تحافظ عزم تلاعب بالسوق المحلي بسعر الصرف أكثر من 145 وبعيدا عن انخفاض سعر الديناري وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع والبضائع فإنما تضمنته مسودة الموازنة من خفض للرواتب ورفع أسعار الوقود وتطبيق قانون الضرائب والجباية أثار مخاوف الكثيرين الأمر الذي دعا نوابا إلى مطالبة الحكومة بعادة النظر بسياستها المالية كاشفين عن مساعي نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي أو وزير المالية ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب تقوم رئاسة المجلس بتحويل مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية لمناقشتها بعد إرسالها من مجلس الوزراء لتقوم اللجنة بتحديد موعد لقراءتها أمام أعضاء المجلس القراءة الأولى ومع الرفض السياسي والشعبي يتوقع نواب إجراء المجلس تعديلات واسعة على قانون الموازنة أبرزها منع الاستقطاعات المالية من رواتب الموظفين في ظل انخفاض سعر صرف الديناري مقابل الدولار أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد